انابى صاحب السمو الملكية الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لافتتاح الملتقى الاول لمؤسسة المبر الخليفية تحت شعار احصل على المعرفة حافظ عليها قم بتطبيقها ذلك حول اثر القيادة والريادة والتطوع في تنمية الشباب والذي انطلقت اعماله صباحا هذا اليوم بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج وبهذه المناسبة اعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن تشرفه بافتتاح اعمال هذا الملتقى نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مشيرا معاليه الى ما تحظى به مؤسسة المبر الخليفية من دعم واهتمام من لدى سموه فضلا عن ما يليه سموه من رعاية واحتضان البرامج الهادفة لتنمية الشباب ورفضهم بالقيام والخبرات التي تكرس المفاهيم الايجابية لديهم وقال ما عليه انه بالنظر الى الاعمال الرائدة التي تقدمها المبرة الخليفية برئاسة سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة الى المجتمع المحلي فانه حري بهذه المؤسسة ان تلقى كل التشجيع والاسناد وما تفضل سمو رئيس الوزراء الموقر برعاية الملتقى الاول لهذه المؤسسة الا شكل من اشكال الدعم المطلوب الذي يعين المبرة على مواصلة اداء دورها الجليل الذي تطلع به والهادف الى تحقيق التنمية المستدامة للوطن وابنائه في مختلف المجالات واوضح ما عليه بان الزخم الواسع الذي تحظى به ملتقى المبرة الخليفية ليس لكونه الاول فحسب بل لعناية اختيار المتحدثين من داخل وخارج البحرين والذين سيساهمون في نقل تجاربهم وخبراتهم المكتسبة من مختلف محطات حياتهم الى الناشئة والشباب حول الريادة والقيادة والتطوع وهي مفاهيم في حال وعيها واستيعابها ستهيئ للشباب جميع ظروف النجاح كما اعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة عن خالص تمنيته بالتوفيق والنجاح لجميع القائمين على اعمال هذا الملتقى ولجميع المشاركين فيه بالاستفادة المرجوة ويتواصل الملتقى الى توصيات ومخرجات بناءة من شأنها ان تساهم في سقل شخصية الشباب وبلورة افكارهم حول سبل التميز وخلال الحفل القت سمو الشيخ خزين بن خالد الخليفة رئيس مجلس امناء مؤسسة المبر الخليفية كلمة اعربت فيها عن اسم ايات الشكر والتقدير الى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على تشجيعه ودعمه الدائم والمتواصل وتوجيهات سموه السديدة لمؤسسة المبر الخليفية منذ انشائها مشيرة الى ان المؤسسة عملت من خلال البرامج والمبادرات التي طرحتها على توسيع الافاق المعرفية وتطوير المهارات الحياتية واكتساب الخبرة العملية لدى الشباب ايمانا بان الشباب متى ما اتيحت لهم البيئة الملائمة والمقومات الصحيحة للنجاح فانهم قادرون على العطاء والابداع والتميز مجسدين الامل بمستقبل مشرق للمملكة واضافت سموها قائلة لقد استفاد من برامج المؤسسة خلال فترة وجيزة اكثر من ستمائة وستين شابا وشابا من خلال برنامج اثراء والذي يسعى لتطوير الناشئة وغرس القيم التربوية والمهارات القيادية لديهم اضافة الى برنامج رايات للمنح الدراسية الذي يوفر تجربة شاملة ومتكاملة للطالب الجامعي حيث وفرت المبرة 200 من حدراسية في جامعات المملكة وبلغ عدد خرجي المبرة حتى الان 45 خرجا في مختلف التخصصات وعلى صعيد المتصل اوضحت سمو الشيخ زين بن خالد الخليفة ان الملتقى الاول للمبرة يأتي لمنح الشباب فرصة الاستماع والتحدث الى نماذج متميزة في المحاور الثلاثة التي يقوم عليها هذا التجمع والهامهم بالابتكار والابداع لتحقيق كافة احلامهم وضموحاتهم على المستويين الاكاديمي والمهني اشتركوا في القناة